اهلا بكم ما جرى ويجري في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم كان لابد أن يقود إلى ثورة شعبية عارمة بعد بلوغ الأوضاع العامة في العراق مرحلة الانحطاط العام والشامل خرجت تظاهرات شعبية عارمة في معظم المدن العراقية في 25 من شهر شباط من العام 2011 ثم كانت التظاهرات والاعتصامات السلمية في المحافظات المنتفضة الست نهاية العام 2012 التي قمعها المالكي ثم تفجرت تظاهرات شعبية أخرى ساخطة في جنوب العراق لا سيما في محافظة البصرة إذ أحرق المتظاهرون مقرات الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة والأحزاب الرئيسة حيث قتل في هذه التظاهرات نحو 22 متظاهرا برصاص الأجهزة الأمنية الحكومية والميليشيات العراق وحاجته إلى الثورة الشعبية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل بات الوضع في العراق بحاجة إلى ثورة شعبية لا سيما بعد الانحطاط العام في البلد وما هي العوامل التي حالت دون تحول الحركات الشعبية السابقة والراهنة إلى ثورة شعبية قادرة على صنع التغيير الحقيقي وأين تكمن نقاط ضعف هذه الحركات الشعبية الرئيسة برغم عدم توقفها منذ العام 2003 وحتى اليوم وما هو المطلوب من قيادات وناشطي هذه الحركات الشعبية لكي تصل إلى هدفها في التغيير الحقيقي وعلى ما تراهن هذه الحركات الشعبية في مواجهة مشروع الغزو السياسي وأدوات بطشه وآلة قمعه ضيوغ الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني نظير القندوري ما قاله المتظاهرون في الأنبار عام 2011 وجد صداه في البصرة بعد عدة سنوات وما قاله السياسيون عن متظاهري الأنبار تكرر كذلك في تظاهرات البصرة فكلاهما علقت عليه شماعة إعادة إحياء حزب البعث هي لمحة عن دخول العراق الجزئي في مشهد الربيع العربي إلا أن هذا الدخول ظل غير مكتمل لظروف عدة تتعلق بنتاج الغزو الذي مزق العراق طائفيا وولد منظومة سياسية وجدت في تمزيق النسيج الاجتماعي ضمانا لاستمرارها رغم ذلك كله لم تغب عن العراق ملامح ثورة شعبية تطارد السلطة وتعبر بكل وضوح عن رفضها لها تقمعها الآلة العسكرية في مكان فتولد في مكان آخر دون أن تتحدد مناطق التظاهرات على امتداد العراق بسلسلة واحدة بنفس الزمان على الرغم من إجماع المتظاهرين على نفس الأهداف المساواة الاجتماعية والإصلاح السياسي والاقتصادي واقتلاع جذور الفساد وبناء المؤسسات على مبدأ الشراكة الوطنية هذه المطالب أشعرت الغضب الشعبي في محفظات غربي العراق إلى أن وصلت إلى نقطة اعتصامات مفتوحة عام 2012 فأطلقت حكومة المالكي عملية عسكرية تجاه تلك المناطق بذريعة القضاء على تنظيم الدولة أكملها لعبادي وبات متظاهر الأمس إما لاجئين أو معتقلين لكن ذريعة الحرب على تنظيم الدولة لم تقنع سكان وسط وجنوب العراق بالرضا بالواقع المتردي فاشتعلت تلك المناطق بتظاهرات غاضبة مورست عليها سياسة القمع المعهودة ذاتها فما الذي يحول بين التغيير المنشود وقيام ثورة شعبية شاملة تتجاوز فخ التحوير الطائفي الذي تنصبه الحكومة لكل من قال بوجهها لا سؤال يفرضه المشهد الحالي أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في حاجة العراق بعد بلوغ الأوضاع العامة في العراق لانحطاط حاجته إلى ثورة شعبية لإحداث التغيير في العراق ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين والأستاذ نظير القندوري الكاتب والباحث السياسي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور بعد هذا الانحطاط العام في العراق والتدهور على كل المستويات واستحالت التغيير القادم من العملية السياسية بعد 15 سنة وعلى الرغم من وعود كثيرة بالتغيير هل باتت الانتفاضة الشعبية هي المتاح؟ هي السبيل الوحيد لإحداث التغيير في العراق وإخراجه من هذا المأزق الكبير اللي عمره الآن 15 سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد يعني في كل تجارب الشعوب تاريخيا الشعوب هي من تقوم بالتغيير هي من تقع على كاهلة مؤمة التغيير في أي مكان في الدنيا الشعوب هي الأساس أما انقلابات أنت تعول على انقلابات لا يمكن الآن الوثوق بالانقلابات لكن لا تعرف الكوى التي تنقلب وكيف تنقلب وقصة في قضية العراق استخدام السلاح لفترة معينة ضد قوات معينة كان متاح الآن ربما يكلف ربما بعد الحصار الكبير على كل القوى المناهضة هذه أيضا غير متاحة انحطاط العراق إلى هذا المستوى من عام 2003 لحد الآن هو الأولى من كل دول الدنيا عندما تنظر إلى تجارب الدنيا كلها تجارب الثورات الشعبية في كل الدنيا تضع أمامك لائحة ماذا كانت تعاني هذه الدول لكي تنتفظ شعوبها ما هي مبررات انتفاضات هذه الشعوب أو ثوراتها الشعبية لماذا قامت بها ستجد أن هناك خلل سياسي خلل اقتصادي خلل اجتماعي بهذه الأطر ينظر للأمور في قضية العراق تجد أن الخلل وهذا السوء في تجارب الشعوب الأخرى مهما بلغ لن يكون بالسوء الموجود في العراق هذه الحقيقة يبدو وليس يبدو لكن هذا واقع الحال قوات الاحتلال الأمريكية من البداية الإدارة الأمريكية إدارة الاحتلال ومن عاونها من إيران وقوى أخرى محلية أدركوا من البداية أن القوى الشعبية يجب أن تدجن بطريقة أخرى لكي يبعدوا عنها قدرتها في أن تثور ضدهم وبالتالي مثل ما شاهدنا يعني لا نريد أن نكرر سياسات الطائفية سياسات التفريق الإفقار التجهيل كل هذه السياسات استخدمة ضد العراقيين لغرض تفريقهم وتمزيقهم شاهدنا خلال السنوات الأولى من عام 2003 لحد 2006 وما بعدها ربما عمليات تهجير وإقصاء وتهميش وقتل وتفريق وكثير من هذه القضايا طوامة طاحنة نعم من المشاكل والأزمات كانت كلها تبغي إلى محاولة تنظيف هذه الساحة وجعلها مدجنة عندما بدأت التظاهرات تظهر على الساحة كانت هناك شكل مفاجأة بالنسبة لهذه القوة لكنها مفاجأة ليست كبيرة هي مقدور يعني بقدرتهم أن يسيطروا عليها لأسباب كثيرة سنتي عليها لكن يبقى السؤال المهم هل ما يحدث يعني هل الثورة الثورة الشعبية العراقية هي استثناء أم استعصاء في العراق هل هناك شيء يعصي أو يمنع هذه الثورة الشعبية مثل حال نحال الشعوب كلها ونحن نعاني من كل هذه الأمراض كل هذه الكوارث كل هذا الانهيار ما أنه الآن استثناء العراق ليس في هذا الباب شعب غير شعب نتحدث عن هذه الانتفاضات اللي هي مستمرة من 25 إشباط نتحدث الآن عن الجانب السلمي في الحراكات يعني قضية المقاومة وحمل السلاح منحات جانبا مستمرة لكن لم تبلغ النقطة الحارجة التي تشعر السلطة بالخوف أو أنها قد تنذر بنهاية هذا المشروع نتحدث عنها سمحتلي دكتور لا هي وصلت إلى هذا المستوى الحقيقي وصلت إلى هذا المستوى في 25 إشباط 2011 وصلت إلى هذا المستوى ووصلت إلى خوف السلطة من أن تحدث شيئا وكانت شكلت لذلك أنا قلت شكلت مفاجأة لهم لكن ليس مفاجأة كبيرة في 25 إشباط كانت مفاجأة كبيرة عندما تخرج التظاهرات في 55 مدينة عراقية هذا ليس أمرا سهلا وما جرها خلالها من توحيد لكل القوى العراقية يعني ما كنت تسمع هتافات شيعية سنية كردية عربية ما أعرف كنت تسمع هتافات عربية عراقية والمستوى أو سقف المطالب كان يرتفع ساعة بعد أخرى وصولا إلى إزالة هذا النظام وإسقاط العملية السياسية وهنا بدأ الخوف هذا كان موجود الحقيقة لكن كيف سيطروا عليه هذه قضية أخرى دكتور عبد الحميد العاني يعني هذه الثورة الشعبية السلمية إذا ما تصاعدت هي موجودة الحقيقة تحدث هنا وتحدث هناك مع تفاوت في الزمن إذا ما اتسعت تصاعدت واتسعت هل تعتقد في هذا المناخ الموجود الآن في المنطقة والمناخ الإقليمي والدولي لها حضوظ من النجاح والاستمرارية وبلوغ أهدافها وما الذي يضمن أن هذه الثورة قد تصل إلى أهداف يعني الذي هذا الحرك هو الذي يضح هذا الأهداف أو الأهداف المرجوة حقيقا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحن نتحدث عن واقع عراقي يتفق الجميع على أنه منهار بما فيهم المشاركون بالعملية السياسية واليوم الشعب العراقي يستيقن أنه لا حل إلا من خلال ثورة شعبية نستثني من ذلك المستفيدين والمنتفعين من هذه العملية السياسية أما انتظار المناخ الإقليمي والموافقة الإقليمية فدائما الثورات هي لا تنتظر ضوءا أقدرا من الخارج بل هي تفرض إرادتها وقوتها أو تفرض ما تريد وأهدافها وجدولها تفرضها بالقوة لكن هذه المعطيات الإقليمية والدولية دائما تكون لها تأثير يعني على هذه الحركات التي جرت في بلدان متعددة في المنطقة بالتأكيد كانت تأثير سلبي في الغالب التأثير فيما بعد يعني ليس في إشعال هذه يعني الآن في العراق حدث عندنا في تجارب الدول الأخرى أنه الثورات انطلقت داخليا داخل تلك البردان ثم اتسعت بعد ذلك وفرضت نفسها على الواقع الإقليمي فجاء بعد ذلك التدخل الإقليمي ربما من بعض الدول الجوار دعما لهذه الثورات أو بالوقوف ضدها ما حصل في العراق عندنا المشكلة أن المحيط الإقليمي بغالبيته أنه متفق على دعم هذه العملية السياسية ولا ننسى أن الدور الإيراني الكبير المسيطر يعني متغلغل في أجهزة الدولة وفي الساحة العراقية بكل يعني منافذها وبكل بؤسساتها وسيطرته على الميليشيات وغير ذلك هذا كله يؤسدي إلى قمع هذه أي حراك قمعه بالحديد والنار لذا نحن أقول دائما أن الشارع هو يبجي بأنه يأخذ المبادرة لتغيير هذا الأمر وعدم الالتفات له وحينما ينطق الشارع العراقي ويفرض إرادته وبالقوة حينئذ سيضطر العالم ومن حوله بما فيه المجتمع الدولي إلى الاستماع إلى كلمته ولنا في ذلك تجارب سابقة يعني في الانتفاضات السابقة الثورات السابقة المظاهرات التي حدثت طيلة هذه السنوات رأينا أحيانا يكون حينما يكون يرتفع صوت الشارع العراقي صوت هذه الثورات والتظاهرات يكون مرتفع لدرجة عالية نرى أن هناك تدخلا إقليميا أو على الأقل محاولة لإحتواء هذا بما يعني أن هناك إحصاص بالخطر من هذه الثورات وأن هذه التظاهرات هي فرضت نفسها على الساحة الدولية والإقليمية لذا نعود إلى بداية السؤال أنه على الشارع وهو قد أدرك أنه الحل يكون بخلال أو عن طريق هذه الثورة عليه الآن فقط أنه يتوحد في الآليات لأنه الآليات سنتحدث عن ما هو مطلوب من القيادات ومن الناشطي في التظاهرات ما هو المطلوب حتى يبلغ هذا الحراك لتفاضل هدف لكن من المهم أنه نرى أن هناك تناميا في الوعي نحو هذه الأهداف من المهم أنه يتزايد هذا النمو وتتزايد التواصل بين هذه القوى والناشطين للوصول إلى هذه الدرجة وهذه ظاهرة أو المارة صحية أستاذ نظير الكندوري يعني الحركات الشعبية في العراق تعددت على الأقل من 25 إشباط إلى الانتفاضات في الاعتصامات والتظاهرات في المحافظات الستة في نهاية 2012 كلها لم تبلغ النقطة المخيفة للسلطة ذكر دكتور رافع التظاهرات 25 إشباط لكن هذا الأمر على الأقل لم يتكرر لا في الاعتصامات المحافظات الستة ولا حتى في تظاهرات الجنوب على الرغم من عنفها إحراق المقرات مقرات الحزاب والميليشيات وما إلى ذلك لكن لحد الآن هذه السلطة لم تشعر أن هذا الحراك يهددها وجوديا لماذا عدم الوصول لهذه النقطة؟ الحقيقة في تظاهرات الشعبية العراقية هي لم تقتصر على الاعتصامات التي حدثت في المحافظات الستة ولا على البصرة وبعض المحافظات الوسط والجنوب إنما هي كانت مستمرة بشكل وبآخر من 2003 ولحد الآن لم يرضى الشعب عن السلطة التي جاءت بعد الاحتلال ولحد الآن كونها لم تقدم للمواطن العراقي لا من جانب الخدمات ولا من الحقوق السياسية التي يستطيع فيها الإنسان العراقي أن يتمتع في مجتمع حر ديمقراطي كما كانوا يدعون سؤالك في لماذا لم تنتهي هذه الثورات وهذه الانتفاضات إلى الهدف المنشود لتلك الجماهير المتفضة بتغيير هذه المنظومة السياسية واستبدالها بمنظومة سياسية هي أكثر قرباً للمواطن وبعيدة عن خدمة الأجندات الخارجية هذا يعني أنا أشبهها بأن الجماهير هي كالسيل الهادر قوة كبيرة غير قادرة أي سلطة أن تواجهها ولكن إذا كانت لها قيادة توجه هذا الحراك الوجهة الصحيحة ما لاحظنا يعني خاصاً في الانتفاضة الأخيرة الآن التي تشهدها مدينة البصرة وكذلك المؤدن الوسط والجنوب وصلت إلى التعبير وبصراحة أن هذه الانتفاضة هي ليست لأجل الخدمات فقط وإن كانت أحد الأسباب المهمة إنما كانت الانتفاضات خرجت ضد المنظومة السياسية الحالية كون أن نقص الخدمات هي نتيجة وليست السبب السبب هو سوء العملية السياسية التي جاء بها المحتل لذلك هي رفعت شعارات لتغيير العملية السياسية برمتها وقالت لا للأحزاب ولا للتدخل الإيراني وعبرت عن ذلك بطريقة صريحة وواضحة أمام العالم بحرق مقرات الأحزاب وكذلك القنصلية الإيرانية برمزية وبعمل رمزي يدلل على أن بقيت أيضاً محصورة ضمن نطاق البصرة والآخرين بقيت المدن في حالة صمت نعم هذه أيضاً أحدى منتجات ما فعلت الأحزاب السياسية من تمزيق بنية النسيج الاجتماعي العراقي كون أن كثير من المكونات أصبحت تنكف على نفسها وتحاول أن تجد حلول لمكونها لكن حقيقة الأمر أن السلطة الحاكمة في بغداد هي تنفرد بهذه الانتفاضات كون انتفاضة السنة انفردت بها لأنها لم تلقى مساندة من الكرد والشيعة وكذلك الآن السلطة السياسية تنفرد بالشيعة كون الآن المكون السني يعني يعيش في أتعس حالاته في مخيمات النزوح ومدن المحطمة وكذلك الآن الكرد بالرغم من أنه تفضل قبل يعني بعد الاستفتاء الفاشل لكن لم يجد مساندة قوية من عموم المكونات الأخرى هذه إحدى مفرزات العملية السياسية السيئة التي جعلت هذا الترابط لا يكون ترابط حميمي وقوي أن الحل الحقيقي للخلاص من هذه كما ذكر السادة الأفاضل بأن الشعب هو من يغير واقع الحال لا الانتظار من إرادات دولية صحيح أنه ربما الظروف الدولية تهيئ لمثل هكذا انتصاد سنتحدث عن قضية أنه هذا الحراك الشعبي إذا ما جرى في العراق هل يتوقع أنه يتفهم من المحيط خاصة إذا ما وصل إلى نقطة حرجة هل يتوقع أن يكون هناك عملية تعاطف مع هذا الحراك الشعبي يعني أيضا هذه ربما الحراك الشعبي قد يراهن عليها نعم فقط أريد أن أضيف أنه لا توجد ثورة شعبية هي تتفجر من خلال إيحاءات من الخارج وبدفع من دول أخرى دائما ما تكون الثورات الحقيقية لكن بينها تحتاج أيضا إلى عملية دعم من الخارج من الإقليم الآن حتى الذي جرى في العراق العملية السياسية جوبهت بالسلاح وبغير السلاح لكن هذا الدعم الإقليمي والدعم الدولي الحقيقي كان واحد من أسباب عملية إخماد هذه بالإضافة إلى آلة البطش والقمع التي تجابه بها الحراكات الشعبية هذا واضح يلعب دور كبير العام الإقليمي والدولي نعم قدرا أن أصبحت دول المحيطة بالعراق وكذلك القوى العالمية تتوافق على أن بقاء هذا النوع من السلطة هو يخدم أجندتهم كون دولة ضعيفة دولة ممزقة دولة تعاني من سوء الخدمات هي الدولة المثالية بالنسبة لمثل إيران هي الدولة المثالية بالنسبة لإسرائيل هي الدولة المثالية خليجيا كون أن الخليج ينظر إلى العراق كتهديد قومي إذا ما رجع إلى قوته كما كان في السابق وهذه المفاهيم المعوجة هي التي جعلت يتوافقون على اختلاف تلك أجندة كل هذه الدول يتفقون على أن بقاء العراق بهذه الحالة البائسة هو المطلوب لكن الشعب يستطيع أن يفرض إرادته وينتفر على هذه السلطة ويفرض ما يريده على الدول الإقليم أو الدول العالمية نعم يكترف على ذكر قضية أن زمان المبادرة هي في النهاية بيد المجتمع بيد الشعب مع عدد تظاهرات 25 إشباط وانت ذكرتها كل الحركات الشعبية اللاحقة في 2012 الموجودة الآن في جنوب العراق كانت تتسم بالجهوية والمناطقية والتفاوت الزمني أن حراكا يظهر في منطقة ما والمناطق الأخرى وذكرها الأستاذ أيضا نظير نائمة لا تتحرك هذا الأمر سهل على السلطة أن تستفرد بكل حراكا على حدة والبطش به بسهولة وهذه الحقيقة يعني نقطة واحدة من نقاط ضعف هذه الحركات لماذا بعد 15 سنة لا زالت هذه النزعة هذا المسار موجود لحد الآن لم يتعظ منه دعنا أولا يعني أستاذ ماجد قبل أن أجيبك على هذا لابد أن نقول أنه رغم كل هذه المثالب التي يعني أشرت إليها في الحراك هذا في خطوات الأولى لثورة شعبية عارمة تنهي كل شيء رغم كل هذا الذي حصل كل هذه الأخطاء التي حدثت قيادات لا تمتلك خبرة قيادات تنساق ربما بسبب ضغوطات بسبب خوف بسبب شراء كثير من هذه الأمور تحدث بسبب تضليل جهل كثير من هذه دعني أولا أقول أن هذه التظاهرات من 25 أشباط لحد هذا اليوم في كل فئوية وصغيرة وبمناطق معينة ومدن معينة لكن كلها حققت أهداف يعني قد لا ندركها بالتفصيل بل لكن بالشكل العام هي حققت أهداف كبيرة أولا من هذه الأهداف التي حققتها كل هذه التظاهرات أنها أسقطت الأوهام أسقطت يعني أقنعت هؤلاء الذين كانوا يلبسون هذه الأقنعة والدعون القوة والدعم الإلهي والأوهام في أنهم قوة غير قادرة أحد أن ينال منها شيء أسقطت كل هذه وشاهدنا رموزهم كلهم كانوا يشتمون في هذه التظاهرات وربما تحرق صورهم وشاهدنا هذه القضية النقطة الأولى كل الثانية أن كل هذه التظاهرات قد أثبتت أن كل هذه الزعامات الموجودة للأحزاب هذه لا تساوي شيئا وهي منغمسة بالفساد ولم تأتي مثل ما دعت في عام 2003 وما بعدها لصالح المظلومين وصالح الشعب وهذه أيضا أسقطتها لكن دكتور أيضا قضية الأسقط يعني قوة العملية السياسية الموجودة لم يكن في حساباتها يوما أنها تعتمد على دعم شعبي أنها تستمث شرعيتها من شعبيا من صناديق الاقتراع هي معتمدة على الخارج معتمدة على الإقليم مدججة بالميليشيات وبالتالي الشعب اكتشفها أم لم يكتشفها ليست في ميزان السلطة ولا تقيم أي اعتبار هذا جزء من غابائهم جزء من حدم قدرتهم على الاستمرار هذا جزء سيسقطهم هذا ليس أنه إذا سمحت لمقاطعة 83% شعبية مقاطعة للانتخابات وكأنه ليس هناك من شيء أبدا يعني الانتخابات الأخيرة هذا في مضى يعني إذا ما كان هذه المجموعة التي جاءت مع الاحتلال أرادت أن تؤسس نظاما ثابتا ومستقرا هذه الحقيقة ليس في بالهم مجموعة أشبه بالعصابات مجرد سرقات مجرد فساد مجرد قرار والكل يشعرون في داخلهم أن وقتهم قصير لذلك يسعون بسرعة كبيرة من الوزير إلى الخفير يسعون في السرقة في النهب في تنفيذ أجندات لصالحهم ويهربون وقد شاهدنا من عام 2003 لحد الآن كم من الوجوه وكم من الأموال سربت هذه الحقيقة ليست في صالح ما يكون نظام في الدنيا إذا ما يعتمد على الشعب فبالتالي هو سيخسر وبالتالي سيحاصر في مقراته وينتهي لا هم يعتقدون كانوا أنهم لديهم قدرة على تدشين الشعب ليس على قدرة أن الشعب لا يدعمهم لا هم يعتقدون أن هناك مرجعية تدعمهم والشعب سينساقل المرجعية وهذا ما حصل الحقيقة إذا كنا نكون موضوعين إذا ردنا أن نكون موضوعين في عام 2005 ومع بعده الشعب كان يقف معهم والانتخابات أخذ نسبة الذين شاركوا في الانتخابات في تلك الفترة وكيف كانوا يجرون الانتخابات وشكلها ومن ينتخبون كان بهذا الشكل لكن مع مرور الوقت والتظاهرات هذه أسقطت هذه كلها وظهر واقعهم وأيضا انتبهوا إلى أن هذه القيادات مهما غيرت بأشكالها مهما بقاء الإطار اللي يعملون داخل اللي هو العملية السياسية لن يغير شيئا وأيضا حتى إذا ما غيروا إذا ما جئنا حتى إلى الدستور حتى إذا ما غيروا الدستور مع بقاء هذا الإطار الحاكم للعراف لن يعني شيئا لأنهم سيطوعون الدستور والقوانين اللي صالحهم للمصالحهم بالشكل الذي يريدونه فهذه جزء من ما حققته هذه الثورات بالتالي نتحدث لماذا هي هنا وهناك هذا جزء من نأجل هذا الجواب بعد الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار في حلقة تبحث في حاجة العراق إلى ثورة شعبية سلمية حقيقية للتغيير فيه بعد الفاصل ثم نعود ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين اكرام في هذه الحلقة في طاولة حوار والتي تبحث في حاجة العراق إلى ثورة شعبية سلمية للتقويم وتصحيح تصحيح الأوضاع في العراق ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ونظير القندوري دكتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذا التفاوت الزمني والمكاني في الحراكات الشعبية كانت متفرقة الحراك الشعبي لم يتفجر ما عدا 25 إشباط في مكان واحد وفي لحظة زمنية أيضا واحد لماذا؟ هذا ما كنا نتحدث عنه من عام 2003 قوى الاحتلال وعت إلى أنه أحدى المهام الرئيسية لها في امساك العراقية تجين الشعب تفريقه تمزيقه بالطريقة التي ترىها لذلك زراعة الطائفية زراعة أفكار كثيرة لانقسامات دفعت بميليشيات تهجر ناس وتقتل ناس وتتقصد هذا الطرف وتتقصد الطرف الآخر وتتهمل كل الأطلاف بهذه الطريقة جرت الأمور فلم تستمع كل الفئات كل فئات الشعب العراقي إلى مشروع نهضة واحد لم يعني تنظوي تحت مظلة مشروع نهضة واحد هذا غير موجود كان رغم أنه هناك مشاريع نهضوية ومشاريع وطنية مطروحة لكن الأبواب كانت مغلقة بسبب الطائفية بسبب التفريق بسبب قدرة هذه الأعزاب يعني تأثر المجتمع جزئيا بهذه النزعة؟ ليس جزئيا كثيرة تأثرة بشكل كبير الحقيقة وأجزاء من عنده كثيرة تأثرت بهذا الاتجاه إضافة إلى التجهيل إذا كثير استخدام المال السياح والتخويف والتخويف وكل هذا قوى مسيطرة لم تجعل هناك مشروعا نهضوي وطني تنظوي تحته كل هذه القوى وبالتالي تتوحد أهدافه بوصلة مالتها واضحة في الاتجاه يعرفون أين الاتجاه يعرفون الأهداف ويتحركون بهذا الاتجاه فتظهر التظاهرات في كل مكان منسجمة مع بعضها ومنسقة مع بعضها هذا لم يحصل لدينا حصل في 25 شباط 2011 بالطريقة التي نتحدث عنها المشروع كان مشروع وطني الشعب اختاره الشعب خرج به من ضيمه من قهره من خيبة أمله من كل هذا خرج بهذا الشكل هم وعوا إلى هذه الحقيقة لذلك أنا أقول تخافوا من هذه القضية وبدأت أحزابهم بدأت قواهم الميليشياوية تعمل على هذا الموضوع بالاختيال بالتفريق بالمال بالترهيب بالترحيل اشتغلوا على هذه القضية عندما جاءت التظاهرات الأخرى والاعتصامات تهموها بالإرهاب وغيرها المهم الأهداف كانت أهداف دون حاجة العراق دون الحاجة الحقيقية للعراق كانت أهداف لذلك هم كان يتحدثون إذا كان الشعب يريد أن يخرج للمطالبة بخدمات فليخرج إذا سمعت دكتور سنتحدث عن قضية الحراكات أيضا ركزت على تفاصيل من دون الذهاب إلى الجذر الحقيقي لكل مشاكل العراق دكتور عبد الحميد العاني برأيك أبرز الأخطاء التي ارتكبت في الحراكات الشعبية السابقة كانت هناك أخطاء ارتكبت واضحة لا ينبغي أن تكرر في الحراك الموجود في جنوب العراق أو الذي قد يتفجر في مناطق أخرى يعني قبل الحديث عن هذا وربما هو أيضا يتعلق به نحن نتعلق عن أسباب انحصارها وسيطرة الحكومة أيضا عليها نحن لا ننسى أن الخمسة عشر عاما الماضية هذه السلطة هذه الأجهزة الأمنية الحكومية هي لم تمارس فقط قمع الانتفاضات والمظاهرات بالحديد والنار فقط وإنما بل هي مارست خلال الخمسة عشر عاما طيلتها سواء كان الشعب في حالة السمن أو في حالة الثورة مارست الإرهاب على هذا الشعب العراقي انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لكل القوى والشخصيات الوطنية المؤثرة التي تعارض هذه العملية السياسية والتي تؤدي إلى زيادة الوعي لدى أبناء الشعب العراقي سواء كانت رموز دينية أو رموز عشائرية أو رموز وطنية فكرية إلى غيرها بل حتى الإعلام الحر الذي كان ينادي أو يكون له دور في تعوية الشعب العراقي كان له كبير الأثر ونحن شهدنا خلال السنين الماضية كيف تعرضنا وتعرضت الكثير من الأجهزة العملية لهذا الأمر هذا أمر الأمر الآخر هذه الأخطاء التي نتحدث عنها هي ربما من أهمها أنه لا تتواصل هذه المناطق فيما بينها ولا ينتخي منطقة لمنطقة أخرى وجماعة لبقية أبناء الشعب العراقي وهذا هو ليس خطأ يعني مقصود من أبناء الشعب العراقي وإنما مفروض عليهم وظروف قاهرة أيضا بالضبط هذا أمر لكن أيضا من الأمور الأخرى التي ربما قاتلة في كثير من الأحيان وهو أنه السماح لأي شخصية أو أحزاب أو جهات مشاركة بالعملية السياسية ركوب هذه الموجات فأي جهة هي مشتركة بالعملية السياسية وفي لحظة من اللحظات تأتي وتحاول ركوب هذه الموجة فسنجدها أنها تسير هذه المظاهرات أو هذه الانتفاضات أو غيرها تجيرها لصالحها ورأينا كيف حدث أكثر من مرة بعض الشخصيات طبعا الشعب العراقي يتلقى هؤلاء بالقبول لأنه القلب مفتوح والساحة لا يوجد اشتثاث لا يوجد إقصاء لأي أحد هم يريدون محارض الشعب العراقي هو يريد محاربة الإقصاء فلا يريد أن يقصي أحدا لكن نقول في مثل هذا الأمر على الأقل يجب أن يجنب هؤلاء الذين هم في داخل العملية السياسية لأنها لهم مصلحة كبيرة في هذه العملية لذا نحن رأينا طيلة الفترة الماضية أكبر من كان مشاركا في قمع هذه التظاهرات هم أبناء العملية السياسية وإن كان ممثلين لهذه المناطق بغض النظر عن نوع الجلد الذي يلبسونه سواء كان قناع ديني أو ثوب سياسي أو عشائري أو غير ذلك لذا على الشارع العراقي حينما يتظاهر يبقى محافظا على استقلاليته وبينه وبين هذه العملية السياسية خطا واضحا ليس لا نقول إقصاء لا نقول أنه إبعاد ومحاربة لهؤلاء على الأقل أنه يحافظ على نفسه أن لا يلوث نفسه بأن يسيطر عليه أي جهة من هذه الجهات لأنها ستنحرف كما رأيناها حدث في المرات السابقة نعم أستاذ نظير القندوري في 25 أشباط التظاهرات خرجت في 55 مدينة واستمرت طبعا لأيام بعد ذلك خرجت تظاهرات واعتصامات مليونية الحقيقة في المظاهرات الستة المنتفضة التظاهرات الحالية من البصرة إلى بغداد تبدأ عنيفة بعنفوان قوية جدا كالسيل الهادر لكنها تخفت وتضعف وتصاب بالوهن مع مرور الأيام فقط بسبب آلة البطش والقمع التي تجابها السلطة بالرصاص وقمع واعتقالات وتصفيات وكما قال أبو مهد المهندس سنلاحق الرؤوس الكبيرة لهذه التظاهرات فقط هذا السبب في خفوتها وضعفها أم ثمت أسباب أخرى تتعلق بالحراك نفسه نعم بالإضافة إلى ما ذكرت كون أن آلة البطش الحكومية وكذلك الميليشياوية لها دور كبير في تحجيم تلك التظاهرات لكن ما هو أهم أن هذه التظاهرات ليس لها رأس يقود هذه التظاهرات وبالتالي هي على قوتها إلا أنها ستكون عبارة عن التحركات أبو مهد المهندس يقول أننا سنعرف الرؤوس وأنا أريد أن أؤكد على هذه الكلمة كون هو خبير بهذا الموضوع يعرف أن الجماهير لا تستطيع أن تخرج من نفسها من بدون قيادة لذلك هم يركزون على الناشطين ولي حملة الاعتقالات وفعلا جرت اغتيالات كثيرة لناشطين اعتقالات واختيالات وكذلك تقديم إلى المحاكم الآن الأحزاب التي تعرضت مقراتها إلى الحرق قدمت دعاوة للمحاكم على هؤلاء الناشطين والغاية منها هو جعل الجماهير بالرغم من حاجته لتلبية مطالبة ولديه الاستعداد للطبحية لكن لا يوجد من يقود هذا الحرق وهذا أمر مهم لكن أنا لدي ثلاث نقاط يمكن أذكرها هي ربما برأيي هي نقاط مهمة لتصعيد هذا الحرق والوصول إلى النهاية المنشودة واحدة من عدها كما ذكر الأساتذة هو الابتعاد على المناطقية يجب أن يفهم ابن الموصل ويفهم ابن السليمانية وابن الأنبار وابن محاوظة بابل بأن نيل حرية المواطن البصري هو من حريته الانتصار للمتظاهرين الذين يخرجون في البصرة هو نصر لابن الموصل وابن الأنبار وابن بابل وديالا وهكذا لأن الجميع هم في وحدة مصير واحدة حقيقة ما يلاقي أهل الجنوب لا يقل عن ما يلاقي أهل الوسط والشمال لذلك يجب التنسيق بين عموم الشعب في حراكهم ضد هذه السلطة النقطة الثانية هو التأكيد ثم التأكيد على سلمية الحراك حقيقة السلطة الآن تريد محاولة لجر المتظاهرين إلى عمليات العنف وبالتالي تتلقى سيل الاتهامات بأن هؤلاء إما داعش أو أزلام النظام السابق أو أنهم مرتبطين بدول أخرى تريد أن تخرب العملية السياسية لذلك حتى يسهل البطش بهم والتنسيق نعم يعني يكون مبرر إلى قمعهم لذلك التأكيد على السلمية ولكن السلمية لا يكتفون بالخروج إلى الشوارع إنما يجب أن يتصاعد إلى مرحلة الاعتصامات مرحلة العصيان المدني مرحلة شل الحكومة بدوائرها بمواصلاتها هذا التصعيد هو الذي ممكن أن يصل بالأمور إلى أهدافه الأمر الثالث يجب أن تكون هناك قيادة لهذا الحراك قيادات مناطقية وقيادات عامة سواء تكون محلية في داخل العراق أو خارج العراق لأن عودنا لهذا النظام والأسلوب القنعي بأنه يلتقط هؤلاء الناشطين وهؤلاء الذين يقودون الحراك بالاعتقال والقتل والاختيالات لذلك يجب أن يكونوا على درجة جيدة من السرية وكذلك يجب أن يكون هناك تنسيق حتى لو كان من خارج العراق لأن التعامل مع هكذا نظام هو نظام دموي نظام قمعي يجب أن يكون الأسلوب بما يتناسب مع هكذا نظام نعم دكتور رافع ثم تمن يذهب ويعتقد أن كل حركات الشعبية التي عرفها العراق بعد آم 2003 كانت لها أهداف تفاصيل إذا صح توصيفها تتعلق بإطلاق صراح السجناء بالفساد بالخدمات وما إلى ذلك لم ترتقي إلى الهدف الرئيس إلى الجذر المشكلة إلى أس هذه المشكلة كل هذا الموجود الآن الحصاد المور في العراق هو له جذر واحد وهو الجذر السياسي هذه الحركات لم تستطع لم تجرؤ لم تفكر لا أدري أن تتحدث أو تطالب بإنهاء هذا الجذر يعني الحقيقة هذا واقع شاهدناه خلال كل هذه السنوات دعني أقول أولا عندما كن لحد هذه اللحظة أي واحد مننا عندما يسمع بوجود تظاهر في أي منطقة في العالم ويسأل عن الأسباب لماذا يتظاهرون في هذا البلد أو ذاك البلد لماذا جماهير هذا البلد تتظاهر ضد نظامها ضد السلطة وتستمع إلى الأسباب تصيب نغصة كبيرة لأن كل هذه الأسباب لا تشكل إلا جزءاً بسيطة من الأسباب التي نعاني منها في العراق ونحن نتظاهر دفاع مطالبين بأشياء صغيرة لا تساوي شيئاً مقابل السقف الكبير مما نحتاجه نحن لبناء حياتنا في العراق هناك محاولات لتقليل وعي الناس لتقليل منسوب الوعي وهذا جزء مما تعانيه التظاهرات الحقيقة تعاني هذه الثورة الشعبية إنها لا تنظر إلى الأهداف الحقيقية أهداف غير واضحة عندما توضع أهداف كبيرة ونت تتحرك باتجاهها هذه الأهداف الصغيرة الكهرباء الموهي نعم هي مجيبات ونت تحتاجها لكن هذه لا تساوي شيئاً لأن أنت تفكر دائماً من الذي يمنع عنك الكهرباء من الذي يمنع عنك الخدمات من الذي يمنع عنك التعليم الجيد من الذي يسرق أموالك فبالتالي أنت تتحدث عن منظومة سياسية أنت تذهب إلى المنظومة السياسية وتطالب برأس المنظومة السياسية أن تذهب لإصلاح هذه الأشياء من ناس هم قائمين على المنظومة السياسية وهم من فعلوا ذلك أنت تطالبهم بإصلاح ما خربوه وهذه كارثة كبيرة لا يمكن قبولها يعني أنت تطلب منهم ما هم مصرين وبوعي على إحداثه هم يريدون بلدا مدمرا مخربا تسكن الفساد والميليشيات والخراب والمخدرات والجهل وضياع المستقبل وتعليم سيء وصحة سيء هذه المنظومة هكذا النتاجة وأنت تطالب هؤلاء الذين يعني قائمين على هذه المنظومة أن يصلحوا الحال يعني هذه مفارقة غريبة هنا تكمل القضية وعي الناس يعني أنا لا أقول أنا أكثر وعيا منهم لكن يجب أن يرتقي وعي الناس إلى الأهداف الحقيقية عندما ينظرون إلى الأهداف الحقيقية أن المنظومة هي الأساس هي من خرب كل هذا فبالتالي ستتوحد كل المدن العراقية كل المحافظات العراقية بنفس واحد بصوت واحد بلافتة واحدة ترفع هي أسقاط كل هذا الذي يسلبهم حياتهم حياة المواطن في البصرة حياة في أربيل حياة في بغداد في الأنبار كلها واحدة وكلها مهددة بنفس الأسباب لكن من يهدد حياة الجميع هي هذه المنظومة أنت تذهب إلى المنظومة إن لم تغير هذه المنظومة كل هذا الذي تعاني منه ستبقى في كل سنة تخرج بالصيف للطالب بالكهرباء لأنه درجة الحرارة 60 والكهرباء تنقطع 18 ساعة وستبقى تطالب بالماء الصالح للشروب وسيبقى أهل البصرة يسقط في كل فترة 150 و 200 ألف واحد متسممين بالمئة وستبقى الخدمات غائبة والتعليم متسرب والآن يتحدثون عن بلد المليون راسب في الدراسة هذه كلها المنظومة الخريبة لأن السلطة خدمة السلطة كل سلطة في الدنيا هي خدمة تقدم خدمات لم تستطع أن تقدم الخدمات فهذه ليس سلطة عندما تنظر إلى السلطة في العراق التي تتحرك في هذه المنظومة تجدها أنها قد خربت التعليم قد خربت الصحة قد جعلت العراق بحدود 60% من العراقيين هم يعني بلا عمل أمي عالية 7 إلى 8 ملايين أمي لا يقرأ ولا يكتب وبالتالي 40 مرض صناعة أنت عندك نحو 14 ألف معمل ومصنع انتهت الزراعة بعدها كان 48 مليون دونم الآن 12 مليون دونم هذه كلها الحصيلة الكاملة الكبيرة هذه من فعل ذلك نعم الإطار الأساسي الرأس وهو العملية السياسية هذا النظام السياسي اللي لم تسقطه اللي لم يكن الهدف هو هذا الأساس كل هذه التظاهرات ستبقى تدور في حلقات مفرقة هل التظاهرات عملية التغيير فقط مناطب العراقيين في الداخل فقط باعتبارهم المتأثرين المباشر بسوء وانهيار الأوضاع في العراق أستاذ نظير كندوري أيضا عراقيين الخارج عليهم مسؤولية في قضية الحراك في الترويج لهذا الحراك في التعريف به في إزداء ربما نصح لمن موجود في الداخل له القضية فقط منوطة بالداخل هذا ما يعني نود أن نوجه الخطاب إلى أهنى العراقيين في خارج البلاد الذين اضطرتهم الظروف إلى الهجرة من العراق نتيجة أعداد كبيرة سواء بدول الإقليم أو بالدول العالمية وهؤلاء لديهم القدرة على فعل أشياء كبيرة ربما المواطن داخل الوطن بسبب هذه السلطة لا يستطيع فعلها من ترويج إعلامي لما يحدث في العراق من دفع لهذه التظاهرات كذلك استدرار العطف العالمي الدولي للشعب العراقي وإلفات النظر للمعاناة التي يعانيها إضافة إلى شيء آخر لا يوجد نظام ديكتاتوري في العالم كالذي موجود في العراق إلا ويكون هناك نخبة من الوطنيين من هذا البلد يشكلون قوة كبيرة في الخارج تحاول أن تغير هذا النظام السياسي إلى الأفضل لكن ما نعانيه في النخبة العراقية الآن التي في الخارج هي عبارة عن مجامع متفرقة غير موحدة لصفوفها وهذا الأمر يجب أن يتجاوزوا المشكلة ليست مشكلة فئة أو مكون معين بالعراق المشكلة عراقية كاملة لذلك يجب أن يتعاون العراقيين وهي مهمة ملقاة على الأخوة العراقين في الخارج لتوحيد صفهم توحيد خطابهم وتوحيد توجههم إلى الدول الفاعلة للمساعدة في خلاص الشعب العراقي نعم دكتور عبد الحميد العاني ما هو المطلوب من القيادات من الناشطين من القيادات الشبابية لهذه التظاهرات هذه الحركات كلها الشبابية في النهاية ما هو المطلوب منهم لتكون هذه الحركات ليكون حراكهم حراكا فاعلا مؤثرا فعلا قد يحمل لواء التغيير فعلا قد تعقد يعني الشعب العراقي قد يعقد عليها آمالا عريضة في عملية إخراجه من هذا المأزق الكبير ما هو المطلوب منهم يعني كثير من الأمور منها ما ذكره الأستاذ قبل قيه أستاذ نظير في توحيد الرؤى وغيره وأعتقد أنه هذه القيادات من واجبها أنه تنبيه الشعب العراقي إلى أهمية ما استفيد من هذه التظاهرات وما استطاع استلهامه من التجارب السابقة واللعقة ومن أهمها أنه قدرة الشعب العراقي على الخروج فالشعب العراقي اليوم وأكثر من من استطاع أن يخرج به تظاهرات مليونية كما يقال وفي أكثر من مكان هذا واحد اثنين استطاع الشعب العراقي أنه يكسر حواجز الخوف من الأصنام التي هي كانت ربما مؤثرة بل هي معرقلة لمسيراته ولتظاهراته السابقة فهذا أمر مهم ويجب التأكيد عليه وأيضا توعية وزيادة وعي الشعب العراقي عدم الخوف عدم الخوف من البطش عدم الخوف من المجهول الذي يهدد به هذا النظام والنظام العالمي بأنه ربما البديل عن الحالة الموجودة الآن الذي هو الدمار لا بالعكس البديل هو زوال هذه الأسباب التي أوصلت الشعب العراقي إلى ما هو حاصل اليوم ومن المهم أيضا أخيرا أقول أنه على الجميع أن يركز على أنه رفض الحلول الترقيعية بل محاولة والتركيز على جذر المسألة وهي التي ذكرها قبل قليل الدكتور الرافع وهي قضية الإطار لا بد من التركيز على أسس المشكلة وأنه يكون الحل حلا جذريا وعدم القبول بالحلول الترقيعية التي ربما تصب في صالح هذا النظام وتزيد الشعب العراقي مأساة على مأساته الموجودة حاليا شكرا لدكتور أبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وشكرا أيضا للأستاذ نظير القندوري كاتب الباحث السياسي الذين كانوا معنا في الستوديو هنا في حلقة بحثت في حاجة العراق إلى ثورة شعبية سلمية حقيقية بعد الاستعصاء والتحجر في الوضع القائم في العراق نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا خلاصة النقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر دكتور الآن الوضع في العراق في نقطة حرجة نقطة وجودية حرجة بالنسبة للعراق بعد تجربة الـ 15 سنة الحاجة إلى ثورة شعبية أصبحت حاجة حتمية وليس ترفا هل تعتقد أن مقدمات هذه الثورة الشعبية السلمية موجودة الأرضية موجودة تحتاج فقط إلى شرارة؟ طبعا العراق مثلما يعني دار الحديث الآن في هذه الطاولة من الأخوة الكرام ضيوفك الدكتور عبد الحميد والأستاذ نظير كنا نتحدث كلنا عن حاجة العراق إلى ثورة شعبية هذه حتمية هذه ظروف على مستوى النظام على مستوى السلطة القائمة يعني تهيئ لهذه هي من غير قصد تهيئة استمرار الأزمات وتعظم الأزمات في العراق تزيد قدرة أو إمكانية وقود مجاني لهذا الحراكة استمرار هذا الاستهتار بقوى الشعب بهذه الطريقة التي تحدث في العراق كل هذا يزيد قدرة الشعب على فهم ما يجري من 15 سنة لحد الآن مقدمات ما حصل في الانتخابات أكثر من 80% لم يشاركوا فيها رافضين شكل النظام رافضين كل هذه القوى غير مقتنعين بكل هذه القوى إذن هناك أرضية مهيئة للثورة كل هذا القراب اللي موجود بالعراق من عام 2003 لحد الآن مهيئة أو يشكل بيئة حاضنة لهذه الثورة الشعبية الثورة الشعبية ضرورية جداً في العراق لأنه ما دامت أي خطوة أخرى لإزالة هذا النظام غير مسموح بها دولياً وإقليمياً وربما لا تجد تعاوناً لكن عندما يهب الشعب واستحارة التغيير القادم من داخل العملية السياسية أبداً هذا منتهية هم اقتنعوا حتى الذين لم يشاركوا 80% بالانتخابات قناعتهم عالية كانت أن هذا هؤلاء لن يستطيعوا تغيير شيء وأنهم يكذبون عليهم لذلك هناك قناعة كبيرة أن مقدمات الثورة قادمة مقدمات الثورة الشعبية قادمة لا محال وصول يعني النقطة الحرجة ستأتي قريباً جداً والشعب يخرج وكل ترتيبات التي صنعوها من عام 2003 اللي حد الآن ستسقط ومن ضمنها الطائفية والتفرقة كل هذه ستسقط مع وجود قيادات شابة وطنية وأنه لم تكن قد سقط أشكراً للدكتور شكراً للمتابعة لسبوع القادمة شكراً جزيلاً